اشتركوا في القناة والقراج والسيارات التي موجودة النقل الداخلي التي يتنقلون داخل بغداد من عدة مناطق وحتى المحافظات التي يأتي إلى مركز بغداد سوق الخضرة والفواكه في هذا المكان طبعا خلال الفترة القليلة الماضية أهل هذا السوق نعجدون أن يتم إزالتهم من قبل أمانة بغداد فنعجدون أن ينصر صوتهم في موضوع أنهم أصحاب رزق وهذا باب رزقهم الوحيد في هذه المنطقة وقلهم سنوات يعني يشتغلون هنا يبيعون الخضرة وكان سوق كبير هذا لكن أكو إزالة عليه طبعا ربما يعني أمانة بغداد إلها أسبابها أو ترتيباتها لكن إحنا دائما نسمع من المواطن ونوصل الصوت إلى المسؤول عسى أنه يكون أكو تعاون أو تفاهم في موضوع هذول الناس اللي على باب الله فهذه المنطقة يعني معروفة بسوقها طبعا هي الشارع معروف أنه صاير استدارة يعني فموجودة بمحلات الخضرة السلام عليكم السلام عليكم ما هو محلولك يا باب؟ ما هو محلولك؟ هل تبيع الخضرة هنا؟ نعم قديم هنا في المكان؟ من التسعينات من التسعينات؟ من التسعينات؟ من التسعينات؟ نعم سقط النظام ورح النظام ونحن عيشتنا هنا ونجعلها باب الله كل بصيبها عشر عوائل ووكيلك الله ومحمد وعلم سيدنا نسألك كيف حدث هنا على موضوعكم؟ مرة يقولون أنه سنفتح شارع مرة يقولون أنه سنذهب إلى السوق القراج وأن ذلك القراج ميت ذلك السوق ميت يعني لا يعمل فيه وراء القراج يعني لا يعيش هناك هذا السوق السويد من الزمن؟ تعال نعم نحن نريد نشوف كل من عنده رأي يريد نسمعه لأن بالنهاية هذا الموضوع خاص بكم نريد نوصل صوتكم إلى المسؤول وإذا أعدهم قرار لمساعدتكم حتى أكيد يخلوكم في حساباتهم هذا السوق كان كل أهل سوق السويد وين راحوا؟ نحن نشوفون في البيت وساكتون لا شيء لا يعني لم يفتحوا بغير مكان؟ لا يفتحوا بغير مكان لا يوجد غير مكان غير هذا المفيد يعني تذهب إلى السوق لم تتبيع كل شيء تقعوا تصفون للظهر وتطلع يعني هو مقبرة مو سوق وأنتوا هنا لأن السيارات اللي قرأت تشذب أنتوا هنا لأن هذا التقاطع يعني أن الناس هاي حركتها تركب سيارة من ناطق أبو حيور، أبو بنوك، أبو الشعب، أبو البياع وكل هنا عايشة وعلى باب الله وكل عبا الصيفية تلك حوالي وإحنا نريد من الله ومن رئيس الوزارة مساعدتنا يلا إن شاء الله يوصل صوتكم الله يزاعدت، أنت شتشتغل، شنو عندك؟ والله بالمخضرين آهم نعم، هم عندك مخبر، هذا بطيخة عندك نعم، جيد، أنت وين شتنفتح قبل؟ والله نبثل بك نفس المكان، شنو اللي صاد؟ شوني هو جولوني وبهشة مسواك فين وشوف يعني يريدون أن نطلع من الطريق صرح عصابات في الشوارع، يريدون أن نذبح، نقتل، وين ننعيش؟ والله ربع دينا رميطة بالنبشار، أمان طلع إلا بعرق جبيني هنا أنت جايبها بالحلال عمو، يعني تعبك أنت أكيد يعني هذا نريد رزق عائلتك على هايب، ما عندك غيرها؟ لا والله، ما عندي إلا هنا زيان أنت عندك عربانة، يعني مو مشكلة إذا تحركت رحت لغير مكان تقدر تفتح؟ لا، صعب يعني؟ كل من بو كانت، وصعبة يعني إذا أروح منها للشورجة هي صعبة يعني كيف بالشورجة تقدر؟ هي يعني صعبة بالشورجة، أظلت بعمل شي بعدين أنت هنا يمكن أن تعلمت مكان رزقك ومكان الرزقك أنت معاملة ميانة وهذه معاملة عندك؟ نعم، يعني هاي فعلا فد مأساات هنا يعني هذول هم على رباب الله يوميت على قد اللي بيع على قد، شيء بسيط يعني ما يدخل لفت مبلغ بس يريدون يأمنون رزق يعني هسا لو نشوف كل بسطة يعني كل بسطة من هاي البسطة، هسا هاي الخضرة يعني أو هذي الخواكه يعني إذا نجمعها كلها، ما تجيب لها يمكن عشر تالاب دينار يعني هذي عندك هاي الخضرة أيضا يعني سقدت بيع الخضرة؟ ما عشر بلف؟ ما عشر بلف؟ ما عشر بلف؟ يعني هذي كل تل عربانة إذا نجمعها نجيب لهم يمكن عشر اخمسة عشر ألف يعني باب رزقهم رعيف على قدهم يعني الناس هنا بس تريد تطلع خبزة يومها وتمشي الناس تريد هنا بس تعيش جهاتها وتمشي إحنا إذا ما نفكر لهم بديل هي هاي مشكلة معناتها الله يساعدك عمي هذا التفاح العراقي بلف؟ بلف حقيقي يعني هذا مين؟ هذا مين؟ هذا مال تاجي، مال مال بغداد؟ يعني مال سامرة مسامرة المناطق أي اقتصاط هذه الموسمة هاي هو هذا موسمة هسا هذا التفاح زين، شونا شغلكم؟ والله الحمد لله وشكر الرزق كلها بيد الله ونعم الله احنا مشكلتنا مو شغلة الرزق مشكلة الراحة ماكو حجينة يعني كل ساجك واحد يقول لك كل ساجك واحد يسوي لك فلشي لماذا؟ لماذا؟ هذا حاجينة أنا صار لثلاثين سنة هنا هذا يسمونه سوق سويدي نعم هذا من ذاك الوقت إلى هذا الوقت هذا شارع مغلق لخادم شارع العام لخادم خارجي يجوه عليها هواي ناس جاءت عليها دولة راديو فتحهم ما صار لأي نتيجة احنا هنانا سلام رب احنا هنانا تاج راسي هذا سوق معروف هذا يعني شا قل لك حال حال سوق الصدرية سوق أثر يصال لهواية فالناس متعودة عليها ناس على رخصة على سلعتها على حتى هما ولكن حتى جاءت تجينا كل سنة سنتين هجمات شي البلش انتم متجاوزين طيب انت من تقول متجاوزين لحظة هسا انت يعني ونحن الأمانة يعني عدهم خططهم وعدهم ترتيباتهم المتجاوز اللي هو يبني له شي على أرض الدولة اللي هذا هوايق تجاوزات على على امتدات خريطة العراف هذي عربانة يعني بايع متجول يعني يتحرك مايبات هنا هذا يعني يشيل شمسيته ويشيل غراضه ويمشي يعني نلقي لهم حل يعني اذا انتم رأيجون هذا الشارع يترتبونها في الترتيب نقولهم مكان استادي يترتب الشارع الناس صفتوا كون تطلع من الأمانة يومية تنظيف العصر كل شيء انتهي بس هم ميردون شي هم كل فترة جايين يجون كاسح بس هم كل مكان هكو مكان السلام عليكم انا هنا اذا افتح هناك محد يجيني الناس سيرتعرف سالك عمر هنا وثاني شيء تاج راسي هذا ترى مظهر العالم ولا مظهر الشارع ابد الجيش الجيش الجهاز الامنية القوى الامنة الموظف غادم استفاد من السوق سوق رخيص تاج راسي سوق رخيص على الطريق يعني يا حبيب قلبي ماكو مضرة للدولة انت هنا الدولة منتيج سوي لك شغلة تقولك يا بشير ايجي افتح بك احنا مكيف ومو يجي يخرب ويجي رجوع يروح اسمعني نعم ماكو من الأخير الحجي هنا يعني دي يقول عندي زباني تيجي ناس معامل تيجي على اذا اغير مكاني ما احد يعرفني بعد. اكو حدي يعني متعلمين هناك مدينة يجوك. من باب يشير يجون عليك تاج راسي. صالنا ستين سنة هذا السوق. زين انتش تشتغل. هو هنا بقانات ناعي. اي صالنا يعني. صالنا ستين سنة بهذا السوق. يعني اجدادنا هنا يشتغلون. زين. انتش تبيع. انبيع نعم مخبر حالنا حال العالم. زين. اي صالنا ستين سنة هذا السوق يعني. رحمه على والدي. كنت عزونا وين نروح بس. اغيرا نعيش احنا. والله العظيمان عندي تام عائلتين. اخوتي ميتين. كنت قولي ارهاب واحد ما اتموت. الله عبوا. دق دق علي نهيت. الله شاهد والله. كنت عزونا وين نروح. اي داعيش او اي داعيش. ازين سال العراق. العراق كله واقب على الوسطة القاع. بس رحمه على والدي. خلي اسمعني هذا بالبلدية احمد خوام. اسمعني ذو المدراء. الاراق ازال كله. جاي جاي بوقون الاحزاب. جاي تبوق الامة العربية. قلت. احنا واقب على اي. اوستد القاحل. والله العلم لو واقب على هاي. انعزي من باطل. زين. انت عندك سيارة يمكن هاي. 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 سيارة. ببتا بس سيارة. هاي. ببتا بس سيارة. انا ببتا حدنا. مياز يجون يمردون الشباب. زين. اوكي. خلينا نسألك سواء. انت هاي تقدر تغير مكانه. يعني تقدر تغير مكان مثلا. ما قدر. يعني تطبق بغير مكان شوية. لا لا ما اقدر. انا بس اروح هناك. قصة وصل المرور. احا. الله شاهد. بس نزيل عرصي في قصة وصل. وحطنا مياز يجون ويمردون البلدية. وحايرين. اللي من المنا المرور يركضوا ورانا. اذا ابتحنا. اجي حطنا مياز يمردوني. فشي سوا بتحت بالسيارة. يجوني اقبل واشرت. شي سوا العاد. ايدي عيش. والله العظم بس ريضي نعيش احنا. لا راتب. لا يعني احتقاعد. لا مثلا. فشي جاينا من الدولة. ناش على باب الله. على باب الله. ريضي نعيش عمي. والله العظم بس ريضي نعيش. يعني انا شعلق بعدي. يعني هو هذا. هذا الوضع اللي نشوفه. يعني شا اريد اضيف على معانات هاي الناس. يعني شون نوضحوا الصورة. شون يعني. سيدة سيدة هاي مدير البلدية. زيهاي بزمن صدام. بلدية صدام قبل. مو سقفوه انه وباعوه انه بيح وها السوق. الله شاهد عليه. هذا السوق رسمي. ومسجل بالبلدية. السوق رسمي. زين. وسوق السويدي يسمونه. وهذا الشارع خدمي. يعني كلها محلات هاي. كلها محلات يعني مانا مخضر. مو تقول شارع يعني ما السيارات. لا لا هو من زمان معروف. زين. هو شنو كان سياج يمكن اكون? لا لا ما صبات. 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 هذا الرسيق يطلع منه ايضا هاي الان. لا لا. اتذكر كان صبات يمكن. اه. خلونا صبات. طاعد عمريات بغداد. خلونا صبات. وكان الى مدخل. اي مدخل. اي مدخل. ومارتيح ايجها وشواله وصبات وكرب مع. والله. ما عندهم غايج. يعني يعني احنا اي. اه ما حد يكره التنظيم والترتيب. وانتكون بغداد نظيفة. وشوارعها نظيفة. ونشد على ايد أمانة بغداد والبلدية هنا بلدية الرصافة والذي طبعاً طلعنا وياهم عدة حلقات في فترات سابقة لكن هذه مناشدة من هاي الشباب ومن هاي العوائل اللي هنا عايشة على هذا يعني قعدوا وياهم تفاهموا وياهم رتبوا الموضوع يعني هو أوكي مريد تمشي الموروء بس أوامر أنه عزل منا بدون نلقي لبديل بدون نشوف لحل أغلبهم عاطلين عن العمل وأغلبهم ماعدهم لا رواتب رعاية لاعدهم معونات لاعدهم مورد ثابت كلهم عايشين على يعني على هاي البسطات اللي هي ماعرف يعني شقد ما دا أحاول أشوف اللي بسطة شوية شايلة يعني رأس مال ذقيل ماكو يعني هاي كيلو خمسمية ما بين كيلو وين ثلاثة برتقال بألف ما خاطلا ثلاثة أربع كيلو وات يبيعن ويمشي فهاي العالم هاي رزقها ترى عايشين يعني هذا الرأس المال اللي محطوطه بكل بسطة من هذا أني ما يجاوز العشر خمسطعش ألف يعني على مستوى اللي فاهم بالاقتصاد يعني هذا مو شغل لكن عايشين عليها الناس تفضلي أختي يعني أقول يعني أبسط شيء الكاظمو ما سوى مو قال أرجع الحشد الشعبي عون كان الرجل بالحشد الشعبي يعني شيء بسيط هو ليش يمشي بأمر أمريكا هو الكاظمي هو يمشي بأمر أمريكا يعني شيء بسيط أنتي شنو القضية اللي عندك غير يكون يرجعون يعني ساني قاعدة بالإيجار وعدي جهان والله عايش عالم من هو اللي عندكم بالحشد الشعبي الزوجة أي زيان شقدش تغوص شقدش تمر بالحشد في الفترة سنة سنة ونص ولي أشترك أشترك أنا قل لك صار عدة من صارت عدهم يعني هجومات وهاي من إيجي صار عدة سكر من قمنا نراجع بي للمستشفى وهاي اتأخر يوم من مدى ثلاثة يام مرة قل له لأنت مفصول هاي هي هذا بيأ مكان بيأ 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 اي من شانو بيأ اي زيان هو علي يا قصر بكتاب حزب الله نعم 45 نعم اي وحاليا قاعد بلا شغول لا والله قاعد والله عايشين على العالم الجوارين نعم كفي لك الله يعني هسه هاته مريضة راجع للمستشفى ما عنده أروح للدكتور هم هسه حتى لقيقوا يقولولي بشهر السادة قلت لما عدي قار روح للخاص قلت لان الخاص ما عندانه لو عدي شارحة للخاص بلا ما اتقلي والله عايشين قوة والله كفي لك الله هو الحسن علي وبالإيجار يومية يقولي شي لذا كل يوم والله حتى عمه أبرجلي يقولي قاعد يجوى الجسر شايف هاته شي بس شين سوا نقول حس فيه الله هنا والله خمسة والله الحمد لله يعني هذه معانات طبعا هي مولي شخص واحد يعني هوايا عندنا شباب وعدهم عوائل بالحجد الشعبي في فترة ما يعني قاتلوا ووقفوا على السواتر لكن بسبب ظروفهم أو يعني متغيرات صارت تركوا هذا العمل لكن اليوم نقول هاي الناس سوولهم فلترة اللي فعلا يعني اللي فعلا يعني اللي فعلا نقدر نستفاد من خدماته خلي يستمر وخلي رجعون يعني أحسن ما يكون يعني أكو تظاهرات ومشاكل الموضوع هو يعني يحتاج بس إعادة مراجعة أنه نرتب وضوحهم هذا للشباب السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الله يخلي والله أمعد بسطية نابد لكن اليوم خلي عربوان تنالي الموضوع غير من 250 ألف ومن يكسرين حينما يأخذني الزائنينة الشمسية لكن الحيان وقت اليوم من عربوان تنفصل نعم بالله عربوان يخشب مثل هذه العربوان هذه العربوان مثل ثمن 200 ألف قامت بسيق ويأخذني ما تبيعنا لها؟ ومنها موضوع من المساكل مع هذا بعض من الأجياء أنه تأتي وعيش بها من الأجياء لزي اللي. تأتي 35 ألف وعشرين ألف وعيش كان يكسرني آخر لثلاثة يوم قاعد ليس لفصل عربوان 200 أكبر هل أنت عائفة هنا؟ نعم، عائفة هنا عشرة وقال بوكان زاوية تقضيها مفاشينة الشمسية أم ما أقضيها وحالينا الثاني معزة فصل العربوان عربوان 250 أليف أنا أخوي ملازم شهيد أخوان الشهداء المتعين أين شاني داوم؟ داوم على الدفاع ضابة جيش؟ ضابة جيش حتى لا يزوج هو يصغل قليلا من عدي الله شاهدت خرجت سنتين الكل يعني؟ كل عوائلنا، كل بيوتنا إلا ما بيها شهيدة يعني يسوي لها تعين فد راتب رعاية وعلى أمي عيننا ومطين شهداء أو يسوي نباب رزق عندنا عدنا خمت جهال الله شاهد خمسة وبيم ثنين مرضي على العلاج هذا عمره تقريبا سنتين حتى الآن ما يمشي على العلاج شوية من نانا والشبال الحالة شوية صعبة ويتعبانة ويقولون متجاوزين ويقولون متجاوزين كل من عندها جنسيتين تلاقي انت متجاوز على العراقي ولكن انت متجاوز ولكن ليس للعراق ولكن غير دولة انت متجاوز يولا الحمد لله شكرا لك شكرا لك هاي الناس مأساتهم وعاناتهم كبيرة ها الله يساعدك تعالي هنا تعالي هذا بطل المشي ممنون بالعافية شكرا لك انت ماذا تطلع باليوم؟ ما سويا 18 10 10-15 وعندك عائلة لو عايش وحدك لا عائلة عائلة ماشي هذه الأمور؟ الحمد لله الحمد لله شكرا لك تشتغل هذا الشيء؟ ما سال لي قليل يالله يرس لك يالله حبيبي يالله يرس لك يالله يرس لك هذا الطبقة الفقيرة هؤلاء البسطاء الناس اللي عايشين صدق يومه بيومه واللي احنا دائما نحب نكون قريبين عليهم حتى حتى نحاول نوصب صوتهم نجيلهم حل يعني دائما نحاول نكون قريبين على هذه هاي الشريحة الفقيرة هاي الناس البسطاء اللي فعلا يمكن يتغلدون ما يتعاشون هاي فعلا هنا تقال هؤلاء عايشين يومهم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم نازد البامي اه بعتني بيش هسا اربعة ومزلت بيه اربعة اربعة نعم شون السوق شغلتون والله مو هوم ترقب يومي يجوني في الشون البلدية وتشوف نرات شاي من غراضة مراجعية وين انت جاي على باب الله نحن هساب التسعة بالعشرة اللي ينفتح من نورة البلدية يعني جاي البلدية راجعت مسواقك دابع ميزك ومراجع يجون يحاسبوكم مو يجي حاسبك يجي يضرب الميز والغراض مالته والمسواق ذالقاء يعني مسواقك كربعمائتة لخمسمائتة اللي فيجي يضرب الميز وطلع مو بحالك هاي السوق كله تعرف السوق كان يجي وكل كان كبير السوق يعني ذا هذا السوق من زمن صدان وهو شارع اساسا مسدود وهو يمتد منها للقراج يمكن للقراج ايه عبر القراج لغار وما يعني شارع مسدود مو تقول شارع مفتوحة بالسيارات هو مقطوع من يوم القراج انت علي شين جاي يومي يتفلشوا هاي العالم على باب الله كلها محافظات كلها على باب الله مشكلة هاي والله مشكلة يالله الله يرزقكم حليب يالله يرزقكم طبعا يعني والله ما عرف هاي النوس الفقر يعني الريد احنا ما عرف الريد نقدم لهم شي الريد نسوي شي بس الاعداد بالالاف يعني الاعداد بالالاف ومشاكلهم مشاكلهم ايضا متعددة سلام عليكم شونك يا باب هلا عمي شون الصحة يعني شوية ما اللي خرق يعني ما اللي خرق ليش بعدك شبابي معود شينت بالمستشفر مستشفر مستشفر مدينة الطب شعندك شعندك محترمة يعني ممتقدمة ايه زينة احنا نحكي الناول علينا والله قبل انا راجحها زينة لا علاج ولا عار هاي هس قلت للدكتور اكتبهم وانا سيشتريهم من بره قال لي لا 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 تستلمى منها زينة شونه شعندك انت مراجع على شونه ايه عجز في القلب اه وسكر وضغط سلامة ايه الله يسلم فكتبوها كلهن رحت شعند يجيب لها القلب كله المحترم يعني زينة انت سادة تقول مدينة الطب زينة وخدماتها مرتبة يعني بدي سلوب احنا والله طبعنا ناس ولد خير مرتبين ولد عوائل معروفة طبعنا يعني ناس تعاملهم طيب نا قبل وعن قبل قبل تروح مواجهة للمريض قل لي انا اليوم جاي مواجهة ورد اشوف المريض وجاي بله ذني ويعي كليت شونه يقليك ماك مواجهة تجيبين عيني احنا نوديهن له هذوهن قاعدة وليسا كارثة والله كارثة والله يلا المؤمنتك بخير وسالم حبيبي هل تفضلي اختي تفضلي اختي تفضلي خلية تغيير احنا برنامج بلا حنوان انا والله انا والله انا امد مشكلتي على مد التعيين مالي يومي اروح للمحافظة اتعب السيارة اذهب والله انا اريد هذا الكتاب مالي اريد انا غير كتاب احنا واحدة واحدة بس اين تعيينك انا موظفة كلمة التربية وكبروني عن كمل التعيين كملت التعيين مالي زين رحت على المحافظة مقعدة يكتبوني مال يعني هو المحافظة وافق على كتابي بس هم مقعدة يكتبوني يعني مباشر وافق المحافظة على اجراء اكمال التعيين وين التأخير؟ ايش تأخير بأبي بالمحافظة والتربية اهمينها تقلط جرجر واني حالتي مو زينة زين انت من وقت طلع أمر التعيين الماضي؟ أنا أصدق أربع تشر دراجع بي داروح ماشي وارجع ماشي والله يا مالعنط الطيني ما هذا؟ والخطين المحاضرين من عدو ماخوية ثالث سنوات عمر خمسة وثلاثين سنة لا مزدوج لا راتب لا شي هذا ما تقول؟ أمي مريضي عدار أبو أبوي عدي خفاقان وقلب هذا ما تقول علي؟ نحن مو بس يعني نواحد يخشو هاي وبس لا نحن نريد يعني إن شاء الله مضبوطة حسنا أبسط شي دي أخروني ليش يأخرون؟ ليش يأخرون؟ ليش يأخرون زين؟ غير أكوشي ليش يجرجروني؟ غير قوبر رأسيني طونيال كاليش ويفضوا يوميا باتر يوميا زين أنا أخي مين يجيب يعني يهمين خطئي فلوس يوميا رح كرم مناشتت للمحافظة والمحافظة والمحافظة وإلى التربية على مدد تعينات المحاضرين زين؟ صالي سنوات أخي محاضر زين؟ هذه فعلا مشكلة وبدون حال شكرا نالت شكرا موضوع المحافظين أيضا طريحة كثير سلام عليكم شوانك عيني شو ساعتك الله يسلمك الله أنا أنا ضابط بجيش السابق نعم وما عملتي كمل تروح جيب قرار 117 جبهة مني لألفين وخمسة وما خليت باب ما جيبت أليم وهسا ما عملتي مال تقاعد؟ أي تقاعد تقاعد العسكري أروح عليهم يا بها باش يا بها واني والله مليت من الألفين إلى حد الآن أركض عليهم والسنائم بالتقاعد العسكري قرار 117 جبهة ما النفوذ جبت له كلها جبهة كاملة بس أستلمي لهوية أبصم ما خلن واني النهلة بقرن والله إلى حد الآن إحنا راح نتواصل ويا سيد اللواء مدير التقاعد العسكري نعم وريد من عندك رقم تليفونك ماش تخلي يام الشباب هنا رقم تليفونك ماش ورح يتصلون بك إحنا دائما هاي الحالات يعني التقاعد العسكري ميقصون السيد اللواء متواصل دائما بأنه أي مشكلة من هذا النوع نوصلهم إليه وفعلا ده تنجز معاملات الناس اللي متأخرة واللي بيها إشكال نعم فخلي رقم تليفونك يام الشباب إن شاء الله هنا ماش واحنا راح نستمر نوصل صوتك إن شاء الله لحد ما ننجح الله يسلمك بارك الله بك تؤمر حجي تؤمر عليكم السلام عليكم السلام نعم نعم من 2010 لليوم اسمي ما طلع أنا رجاء ما يضبي مرض بالدم استوجد مني الطب هاي التقاعد كل موجود تقارير كل ما روح لهم قلوا روح أنا خابرك منذ من 2010 ليسا ماكو كل فائدة ماكو مزين عندك المؤهلات هي بالنسبة إليهم عندهم فد سلم يرتبون عليه الناس حسب الأحقية والأولوية فقدم نتقي الطبي لهم وديت إليهم وقلوا لهم خابرك تقين صار أبع سنة لم أمخابريني أنا تقين صار مريض صار أبع سنة وصالي في وضف الدم هاي جيت من ميدال طب تقين موجود تقاريري بقى على الله يكد حتى رأي ما عندي إن شاء الله يوصل صوتك موضوع الرعاية الشايك كثير عداد كبيرة عليهم ضغط الناس بالرعاية الاجتماعية لكن هم شوفوا هاي الناس حاولوا تكونوا أقرب وإلهم إن شاء الله يوصل صوتك عمين مستمرين من سوق باب المعظم سوق السويدي هذا يسموه واللي هو يعني مثل ما شفنا وتحدثوا الناس هنا أصحاب البسطات إنه البلدية يشيلوهم وعدهم هاي المشكلة هاي حج الله يساعدت السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله والله أخباري بخير ماذا علالك هاي؟ طبعاً لأن الإنسان همشي كرامته الإنسان بليها كرامة مثل البلد بليها اتياج فلذلك أنا إذا نشتغل هنا أنا الحمد لله أنا باب الله كيف تطلع باليوم؟ والله هو طبعاً إحنا من نطلع نقول يا مقسم الأرزاق يجوز عشرة يجوز خمسين يجوز ثلاثة لأن الإنسان لازم يصير إيمانا قوي بأله وأنا المتحدث رجل إعلامي أخدمت عشين سنة منفذ إناره بسينة والمسرح وأعرف شنو الكلام اللي أريد أقوله بس أسألت سؤال أريد توصلون هاي رسالة السوق رسالة السوق نيابة عنهم فخلي مهم يكون أسألك إنتم أنت تفلش شنو البديل؟ لكن تشرب لا تأكل وينها تشرب أنت في البديل قبل أحد الدول كان يجب أن تخول بديل أن تحصل الكتابة وأن تضعها التضع لأنها تحصل على السوق ولم يشبق ولكنني عمي أنت لا توجد البديل يعني أنني فتضع عندما يأتي الانتخابات يقول أن تقلع صوتك شطيك صوتي ورح أجيب لك مثل آخر النات ليش مدى مرات ما تلقح لأن مدى تشوف منجزات مدى تشوف شيء ملموت ليش لأن النات تعبت قلي من الفين وثلاثة إلى الآن شنو المنجز آني هالمقابيل أستاذي خريجة عدادية مركزية 66 ولاعب منتخب عراق كرة قدم زياد ومنفذي نار أبي علاليغ هذا فخر لأنك تشتغل بكرامتك ولام الخبزة بتعبك لكن البلد مم فقير يعني أسألني متأكد البلد اللي نفط له يصير 200 شعب ما يحصل لأن هي محطوبة على ناس معدودين شكرا راح أجي شلون شوي معاملة كيكار الضائم عندي زين ما التقاعد أي سويت واخده من عدي ما الشهر أقلهم يروح إليهم يقول راح ينزل أجي ما ينزل صار للسنة راجعت التقاعد أي والله راجعت وسويت معاملة جديدة وسويت معاملة جديدة راح نحن مدين نقدر نوصل لأحد من عدكم يرد على هاي الناس راح ينزل عدة 8 تنية أي والله نعمل يعني هاي عايشة الناس على التقاعد يعني إذا نقطع عنها شهر واحد وين يروحون 300 الله كريم إن شاء الله وصل صوتك يوم شكراً إليك شكراً إليك شكراً لكم نشكركم على ما تقلتم توقعنا نشكركم نتمنى أن الله يرسخك يعني بها الشمس قاعد الله يفتح عليكم شكراً لكم شكراً لكم رب يحفظك رب يحفظك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف تشتغلون؟ أهلاً وسهلاً والله أشتغل حمال بالشغل نعم أي والله شوان الشغلوات والله أشتغل الحمد اللازيم بس هي تعرف مالك روني أي والله أنت إذا قد تطلع باليوم ماشي حياتك يعني عندك عائلة لفعيلة منطب داعش حد هذا اليوم ونفس قبل قبل كنا نحصل الخير من الله بس هي سوين الماء حصل لعاشرة مستعش ترجع للبيت الحمد الله وشكر نعم يلا الله يرسلكك حبيبي شكراً لك شكراً 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 مشاكل الناس ومأساة الناس معاناتها هواية فإحنا يعني نحاول دائماً نكون قريبين على هاي الناس الفقرة اللي موضوع التقاعدة متأخر هاي مشاكلها كثير الناس يعني نحتاج متابعة هنا نابو السمج هذا الشوخ هو طبعاً شكراً معروف انه به هواية محلات يبيعون السمج هذا السمج الحي العراقي السلام عليكم شونكم يا ابو؟ نعم العشر عشر 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 السمج صاعد ها؟ صاعد السمج ما يا slam شامل خمسة ونصف ستة قالوا؟ نعم خمسة ونصف ستة خمسة ونصف ستة شعب ان نشط من بروتين يقولون ان نشط منهم مشاكل صاعد نعم نعم نحن بذيك الفترة ، نحن كان الجود بضع 3.5 نعم نعم لو كان بضع بضع 5.5 نعم لن وقف في الأول مقف 5.5 نعم كيف نبيع بضع 3.5 وصلتنا وصلتنا صاحبين العوالحنا ونذهب على المدعيشه هاي العيشة ومشكلة عمانة وإنه الله إذا حصلنا عيشة 15 عشرة لا يحس بنا هل أنت لديك عربانة؟ على الله على العربانة لدي راتب أو عدة شيء عايش على الله على العربانة نعم الله يرصدك حبيبا يعني آلاف من هذه الشباب عايشين بس على عربانة عايشين بس على هيت شباب رزق شي بسيط بس يؤمنون عيشتهم وعيشت أطفالهم سلام عليكم سلام عليكم شونك حبيبا شونه مفلشين الناس؟ البلدية يقولون متجاوزين وهذا الشارع من عهل صدام صالفت 50 سنة 60 سنة السيد نادروني سوى خدمي حس هو هذا الشارع يعني عوال إحنا 700 عوال هنا هنا من الحلة فتحوه؟ يا عميد لا فتحوه؟ هل تمشي بسيارات لأولا؟ لا أنا قيم عاود خدمي لو في النار يرجع مننا احنا الحلة من الحلة هنا نجي نشتغل في 600 عوالة ما نفعله؟ من يطينا عمي؟ أنا أريد أن أسأل الحلة شلون هل عقب؟ ها؟ ما بيع الشغول؟ هذه الحلة بصفة ذول من الحلة من البصرة من الديوانية من العمارة كل هنو ميشتغل هذول من الديوانية كان على البصطة؟ يا أخي كل بصطة يبي أربعة عائشة سيد أنت برأيك الحل شنو؟ الحل مفيد عمي هذا الشارع لأن هذا من عهل صدام ويجبونهم يرجعوني ويجبونهم يرجعوني ويجبونهم فينما يعمل عمي لن يعني يجبوني لأنه يرجع مننا ويجبوني ما هو الفوديا؟ من المشارع أين يظهر هذا؟ ويجبوني 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 من المشارع شكرا لك شكرا لكم أمامنا هل نحن بسطة صوتها؟ نعم هنا عمي يبيع خضرة على سبيل نعم هناك فعلا يعني احنا نريد نقول انه كبلدية لكم رأيتكم اكيد وعدكم يعني خططكم ترتيباتكم وتعرصون هذا الشارع شنو واضعه وانتو يمكن دا تريدون ترتبوه بشكل او اخر يعني معرف لازم نشوف هاي الناس اخو الله سعدك جاعت السوق اه نعم جاعت السوق صغير والله ما اشيلا مرتبعي السوق اشدونا اسعار والله اسعار عالي طبعا صراحة من صعده والدولار لهذا اليوم يعني اسعار كلش غالي يعني من ناحية الزيت من ناحية التمن من ناحية الشغلات يعني هم شنه هذ القرار يعني يعني والله ايب يعني ما يقدرون ينزلون الدولار شنه معظوله صارت مثلا خلا مو معظوله يا شغلة بسيطة مثل ما خلوا الدولار صاعد يقدرون ينزلون الدولار نعم بس هاي انا اعتقد وراها يعني وراها استفادة للحزاب والباق الكتل والله العظيم بيها استفادة وعلى دماء ويمتصون الدماء الشعب العراقي الله شاهد بعد والدليل الحد الان هساني خافاتش يهمه انه يدزون عليه يعني الحد الان وزارة الدفاع انا منتسب الحد الان التوطين شنه معظله ليش ليش احنا ليش احنا مو نضحي ونقاتل ليش او توطين مثل لاغلب الوزارات لا بس اردفتين من غير دولة اذا احنا 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 ما تحبون الجيش العراقي وما تريدوا تضحون على مودة ليش ايضاحي ليش ايضاحي هالبلد رايح شي بالموصل الى القاتل شي بالرمادي شي بالناصرية شي نائمة بالصحراء بالمظاهرات تحتاجوننا بالشغلات بس من توصل للتوطين ومن توصل لاستفادة وش يريد التوطين مني الغاية منها شن التوطي الغاية منها يشتريها قطعة أرض أو يعدل نعم بطاو يعدل بيتها منزلة ويعيش عيشة كريمة حال حال المواطن يعني الرعاية الاجتماعية توطنة رواتبها بالعافية عليم احنا موهمون نخطعنا على الوزارات لا والله بس احنا حالنا حال الباقي يقلونا ما نريد نواطن رواتبكم احنا خلي فهمونا حتى بعد ما نناشد يعني تعبنا ما خلينا واحد ما ناشدنا احنا ناشد رئيس الوزراء اللي هو قائد العام للقوات المسلحة امتا قلت انا عراقي وللعراقيين وهاي اذا تريد تظل ثابتة لك او ترشح او ما ترشح ايضا تيمك بس خليها الالله لآخرتك هاي اذا تريد هاي مناشده من قناة تغيير بعد يمك هاي الشي احنا ما اكثر من هذا الكلام ما نقدر وظلت يمك شكرا رح ناخد رح ناخد بقطة على السوق شوية حركة الناس يعني كان هذا المكان طبعا حركته اكثر بهواية اليوم هي اقل شوية لان ازالوا كثير من الشنابر وكثير من المحلات الله يساعدك امي اغاتي انا مرحبا عندك هاي البسطة والفواكه والله يعل الله على البسطة لا حدا شكرا 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 بسطو كم والله من الشوالة الى حد الان متجولين والله العظم انت نفس مكانه هو نفس مكانه بس ما مستقرن كسه راحين جايين لاه ما ممشيلين لاه ما مقلين لاه ما محايفين ما تعلون شين الواضح ماهو مكان تروحوا الى بديل لا يوجد بديل. من الثمانينات الحديث نحن في الشارع. يعني قديم هنا. قديم. هذا شارع متروك. حتى يأتي المدير مع المرور قال هذا شارع متروك. لا يؤثر على الشارع. وهو سوق من زمان. هذا سوق من 30 سنة هنا. وشارع متروك. ومدير مع المرور قال هذا شارع متروك. أم رائحين جايين. لا أعرف هذه المعاناة الرئيسية اليوم التي رأيناها في هذا المكان. الشعب 3-4 عيش بشارع. لا وظيفة. لا تعيين. أين العالم تروح؟ شكرا لك عما. الله وظيفة المرور. هذه المشكلة الرئيسية التي رأيت اليوم. والذي من خلالها يحب ان شاء الله نوصل صوت هذه الناس. بل يقولوا ماهرب. الله يساعدك. الله يساعدك. جاءت السوق؟ حسنا. عمنا. وماذا السوق؟ هذا السوق هو سابق إنسان فوضى نحن اللي نرجو من الدولة أن السويد نظامي بحيث لا يؤثر على المنظر العام وما يؤثر بنفس الوقت على الكسبة ماذا طريقة في رأيك اللي حتى يكون نظامي؟ ماذا نطرح عليهم؟ أمه أكو سوق جوه بالأخير هم سوين سوق شعبي أكو مجال قريب على كفليات وهم هاجروا إلى وجوله هنا هذا المفروض يعني ما يصير سوق سوق مالهم جوه بعد أكو مجال سوق مسكت هو الله لازم يسود القانون عمه نحن ما يصير نبقى فوضى صحيح من جانب الكاسب والفقير بس هو سوق جوه يعني أكو سوق ثاني بس يعني الله الله اللي ما عندنا مثلا نقول إذا أمه بككرة وما كوا مجال مثلا لبعضهم يسوي له فد محل فد كشك نقول حضاري مو ويقعد يبيع هاي شغلاتي السرزق يعني هم يقطعوا الرزق هم مو الناس شنو هنا ده يقول لك أنا هذا مكاني ناش تعرفني وتندلني وعندي معامي ما كوا مكاني ما كوا مكاني نحن القانون عمو قانور يعني نحن نبقي قانون مرور مفاعلي وفوضى هذا القراج متروك يعني على سبيل المثال عفلة من السوق يعني نحن نحن سرعة عامة مع القانون هذا القراج روح طبي يدير بالك ما هذا القراج روح طبي السيارات تتقبط مال الشعب من ده الحسينية بياع بينما هذا السوق كان موحا قراج موجود يعني نبقى فوضى يعني لازم قانون حيب يعني مو بسيناء ساحة الطيران وغيرها يعني لازم أكو يسوهم في النظام يعني نحن وي يدون لبس يسوهم في السوق حضائري ويأكلوا لقمة العيش وغلتهم وتمشي الأمور يعني رأي مهم ورأي يعني احنا دائما نسمع كل الأراء مواطنين هنا يقول انه أوكي كشيلوهم لكن أكو بديل لازم اي لازم أكو بديل نعم لازم 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 مواطنين كشلوهم مشاركة يوضاني في السوق وال؛ كمجدد كان سادي من عليها سادي أحسل ومع privat ادي كل ما جاءنا نرجع للقلب نحن المواطن ليس على البلدية لأن نرجع على المواطن يجب أن يثقف ويجب أن تفيدها نعم نحن نقولها بس لا نريد أن نقطع رزق أحد لا يوجد قطع الأرزاق وإلا هي البلدية أعدهم ترتيباتهم وأكيد خطة مرسومة لكن يكون هناك تفاهم مع هاي الناس يكون الأسى أصحاب المحالة الشنابر يتعاونون المواطن يتعاونون البلدية نباوع البلد نشوفها حلو نباوع نشوفها النظافة أولاد حلوة ترتاح أنت نفسيا هو جزء من الصحة تسلا شكرا إليك شكرا ممنونين شكرا الله يساعدك شكرا كلي قاعدك يحفظك الله شنو وضعك أنت تستشتغل وضعي شنة مفاوة بالداخلية مركز شرطة النصر ثلاثين سنة خدمة ألفين وأربعة أربعة أربعة ألفين وأربعة أجل المقدمة يقول لي أنت مفصول من قبل بريمر أين عرفنا بريمر في صنة من ألفين وأربعة لليوم لا تقاعد ولا إعادة ولا كل شيء راجعت عقيل الطريحة شكرا خدمتك ثلاثين سنة ضبط راجعت عقيل الطريحة عاكم الزاملي على التميمي طريق هذه الشرطة ويالهاشي بكلها راجعتها طلع اسم الثلاثي ضعيفين لهم رباع ولقب غيري هاي من الأرتيب مع الوزارة ولي حد اليوم هاي على الميزان الله يقبلها يجونا غضب غضب يجونا انتقام انتقبوا من الدولة ومن انت ساقاعد بالشمس حط لك شمسية يا الله يخليكم ووزنوا بربعة عطلة شمسية مني أنا أجيب أو قوث عن لاتم الله شاهد قوث عن لاتم وعندي قصيدة ألقيها لا قول شيء اللي عجبك قولها مظلومين مظلومين هذا الظلم جانبنيا من الستر باسم الدين من اللي يحمل جنسيتيا عراق وأوروبيا عراق وأمريكيين وحصار الإيرانيين ولكم من سنة ثلاثة وألفيا يعني من سنة ثلاثة وألفيا ثروات الوطن وديته هويا شو أصبحنا مطوبين وين النزاه هويا نسمع بيها صار سنين طلعونا الفاسدين لو سذل وسذل قرة العين من نعمة عيونهم إن شاء الله إحنا كبار السم ظلمون وراحلين بس خوف عليكم يا مساكين كلت الخبز خلصت لطحين إشقالت قبل حصة التومين هستشطونا هالملوعين نسكيل وعدس جقاير ثومر حق الفين يعلمون الشعب على التدخين ولكم الشعب مدخن منكم يا شياطين شكرا لك شكرا 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 بادي الشمس الحارة الله يساعدك عمي ألاو شوان الصبحان ألاو أخوية شوان السوق هنا اليوم والله الحارة كمال السوق هنا يعني نقول مخالفة نقول زينة نقول الناس مع تاجين نعم نقول الناس يعني رتبوا الشارع بس خربط نفس الشي الشارع في الحالة يعني ما أعرف شا أقول لك يا مركز بغداد هذي مركز بغداد هذول الناس ما أعرف يعني كلم على باب الله وعجم عوائل أدري لا عجم رواتف لا تقاعوا هذول حقهم لما يجاوزون على الشارع ويجاوزون ف فالقصة الحكومة المفروض لازم تنظر إليهم ويشوف حالهم شلونة يعني هالأمور هي كثيرة بس الدولة أمور كثيرة ملتهية الدولة بيها حقهم هم من الدولة حقهم نتمنى لهم يلا أخويا شكرا فعلا الموضوع يعني معرف يحتاج ذا متابعة يحتاج أنه نشوف هاي الناس شوان عايشة نلقي لهم حل أكيد مثل ما قلنا نحن نتمنى أن تكون بشوارعنا كلها ضيفة ومفتوحة ما بيها مشاكل ما بيها تجاوزات لكن لازم نلقي بديل الله يساعدك ماذا تشتغل؟ أنا ناشتغل أبائي اللحوم وغذائية وشوان الأمور شغلكم شوان هنا؟ حل تعوى تلقى فوق النص جو النص عن فترة اسعار بس هاي الفترة الفاتتة يعني خوش شغلك شامكو حركة بيسو ايه الفترة الفاتتة الشغل خير موضوع رمضان ايام رمضان بس الاسعار صارت يعني نجي مبالغ بها حيل الصعود فوق النص فوق الضعف هاي مواد الغذائية الرئيسية مثل ايش عندك؟ يعني عدس تم فاصولية لحوم عندك غذائية أفخاد دجاج كلها وكلها مصعدة كلها مصعدة حسا عندك الأفخاد واللحوم تقريباً الضعف صعود الأفخاد كانت بالبيئة صادت بتلاغهم نعم بيش تبيع المواطن ويعني هذا المفروض سوق رخيص هناك المركز أفضبوط هاي شان المفروض حسا المواطنين تلقاها من الحفر من كورونا من البلدية اليومية جاي بالشفل وشايلة العالم بتعبان كلها حسا هناك شون صارت الحرامي شايف الحرام والشرطي البلدية صارت ويا البقال ويا هذا الكاسب حرام وشرطي يركض وراه يفتر بالشفل رقع الشفل يرجع ويفتر خطأ يأخذ شوالاته ينزم والوضعي متأذب شكرا لك شكرا ممنونين نتمنى أنه يكون صوت هذي الناس وصل سوق باب المعظم سوق السويدي هاي الناس الفقرة اللي عايشين على يومهم نتمنى أنه يكون إلهم بديل أكو أحد يلقالهم حل حالات كثيرة بحدثنا وياها اليوم ناس عدهم مشاكل وامور خاصة تحدثوا بيها لذلك نتمنى أن نكون في بلا عنوان قدرنا نوصل صوت هذه الناس قدرنا أن نكون قريبين على المواطن وبنفس الوقت ننقل صوته إلى المسؤول عسى وعال أنه نلقي حلول إذن هذا ختام حلقتنا من بلا عنوان اليوم من سوق برن العظم انتظرونا في حلقة قادمة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر